مرحبا معكم توني والليوم رح نحكي عن كومبوزيشن شو يعني كومبوزيشن رحنا وقتنا نتطلع بعيوننا منشوف تريد ديمانشن لان بطبيعة الحال لدينا عينتين لذا نشوف دافت بالتصوير شي مختلف رحنا بالنهاية نطلع بوكس في قلبه ربريزنتيشن او اذا بدك تمثيل لهيدا السين اللي عم نشوفه باس انتو ديمانشن هلا هيدا الموضوع تقدر تعمله في نقطتين اول نقطة هي التكنيكال بوينتو فيو يعني بدك تتعلم التصوير بالمبدأ اللي هو بدك تعرف تقرأ الاكسبوشن بدك تقدر تعمل تفهم الشاتر سبيد الابراتر الاس او الويت بالانس كل التفاصيل تعرف تستعمل كاميرا وتعرف كل شي لشي لشو بيستعمل اذا بهمكم الموضوع في فيديو حطو كمان بيشتح تفاصيل كل الاكسبوجر وكيف ينقرأ وكيف ينشغل بين هول ثلاثة هيدا الشقة الاول الشقة الثاني بالتصوير هو كمبزيشن يعني شو عم تصور وهيدا الشقة مبدأ الاصعب لانه التكنيكال بارت تتعلمه تفهمه تتعلمه بالجامعة او باي اكسبيرينس بتتعلمه بس عطط به هو اتس ده ارتستيك بارت من الفوتوغرافي هو الفوتوغرافي ان اتس ارت فورم يعني انت شو بتشوف وشو اللي بتلاقيه بيلقط لك اهتمامك تتقرر انه تصوره وقت تصوره كيف تفريمه يعني انت عندك هيدا الفريم هيدا الفريم الكامل كيف بكتقسم هيدا السبجكال انت بكتصوره وين بكتحطه بكتحطه هون بكتحطه هون بكتحطه بالنص بكتحطه تحت او اذا عندك 2 سبجكس وحب تحطه قدام وحب تحطه ورا كل هالتفاصيل كمبزيشن هلا المبدأ هو الرول انه مفي رول بس عبر التاريخ وعبر التجارب طلعوا بي ملتبل رولز يسمون رولز هون بختلف انا على الكلمة بس انه مش اشكال نحنا منتعلمون نتعلم كل هول وبعدين منقرر لتحطه هلا تعزوني انه رح اطلع شوية بالورقة لانه حاطت تقريبا 12 رول فيه اكتر هنا بس حبيت هول 12 نحكي فيهم تا ما نطول عليكم كتير متل عادي عم نطول عم بجيني كتير كمنتات انه الفيديو ستوال مباعر شو رعيكم اذا لاتمي نو انتكومت اذا برايكم الفيديو يتابعوا لي كتير طوال مابي لازم نقصرون تنبلش عنا نمبر ون رولوف ترد رولوف ترد المبدأ هي في كتير كاميرايات حتى الموبايل فيكت حتى ضمن الفيديو تابعوا لك هو عبارة عن بيجي زيح اثنين ثلاثة اربعة زيح يعني بتقسم صورتك على تسعة مربعات نحفرجيكم اكزامبل بتطلع فيه وتشتغل على محل الزيح مثلا اذا تصوى بورتت لحده تضعه على ميلي من الميليات يمكنك تضع عينه مثلا بملتقى واحدة من الزيحين مثلا واذا مثلا بتطلع لميلة الشمال فيك تضعه عمالة الامين تخلق هذه الوحيدة وبتعطي مثل مثل محل مطرحة اخر مثلا اذا تصوى وعندك تصوى 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 ما هي المطرحة المهمة الارض او السماء اذا بحال تصوى تصوى الارض تضع الورايزن مثلا تضع الورايزن على المطرحة الفؤانية يعني يصبح ثلاثين من الصورة من الكعب هي الارض والثلاث السماء والعكس صحيح اذا تصوى مثلا عندك سماء جميلة وفيها غيوم وفيها الوان وبدك تصوى على السماء فيك تنزل الورايزن وتضع على الزيحة التحتانية على التقريب وبتعطي ثلاثين من فوق للسماء هذا الموضوع يتفصل ما سوف تعلق لك الوحدي سوف تذهبون أسرع ولكن لا تأخذوا فكرة اثنان المطرحة المطرحة قلنا عادة يمكن أن يكون بعض الشخص بالنص ولكن لكل حالة الى المطرحة بمعنى بعض الوقت إذا عم تصوى إذا بالصورة تبعك فيها Symmetric فيها شيء شغلتين بيشبهوا بعض أنا فط فيك تقسمهم إذا عندك مثلا تصوى مثلا بحيرة مثلا بحيرة وطبيعة 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 مبينة بالبحيرة بهالحالة يمكنك تصوى المطرحة وتضع المطرحة يصبح المطرحة جزء الفؤاني والجزء التحتين يكون المطرحة هناك سيناريو يمكنك تستعمل المطرحة تجريد مختلفة بمحلات معينة كمان تقوم بمحلات معينة رامة ثلاثة مطرحة 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 تجريد توجيه تساعد المطرحة الذين يظهر بصورتك أن تذهب على هذا المطرحة تجريد بحالة زيحة معينة لا يجب يكونوا جلسين تكونوا منطرحة مثل طريق تدور تدور تكون مطرحة كثيرا مطرحة يجب تبقى تكون تقلق سترى كما هكذا يجب هذا المطرحة يجب 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 و يجب 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 أن تحطيها بطريقة أوضحة من هذا الفكرة التي تجربتها في الوقت التي تصورها تستطيع أن تجد شيء في الوقت التي توجدها يوجد عبارة عن شباك يوجد عبارة عن شجر يوجد عبارة عن سيارتين يجب أن تجعل بينهم نظام مثل شباك يكون سباك يجب أن تكون مبين من خلاله لكن يجب أن تجعل أمام جيد أمام جيد نعم 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 مثل운 طريقة كبير محسن طريقة يكون صوائحة وتطاين الشباك الثقر مرد المصنع ف passado، فهذا، فإن أردت أن تكون كثيراً ما هي أكثر موسيقية ما رح نتحدث عنه ديناميك سيمتري ديناميك سيمتري هو استعمل بثير رسمين أو بحيات ماشي بشكل موسيقية فقط يمكن أن تقسيموا صور أو رسمات وتقصمهم بهذا ديناميك سيمتري سوف أعطيكم شكل وكيف يكون على هذا الشكل فالترائيانجل هو بالمبدأ كأنه شقف صغير منه الديناميك السيمتري هو معقد زيادة عن زوم وانت مضروري تاخده بالحرفية يعني كل الزيادة وهيدا له دراسات طويلة عديدة فينا نحكي عنه لحاله ساعة و ساعتين فالترائيانجل فيه كون جيد ستار تتقدر تعمل الانترائيانجل 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 ويقصد موقعه سوف أتودكم مثال مثال كيف مستعمل بصورة و هذا كمان وهذا كمان فينا نحكي عنه بالتفصيل ناكتف سيئس ناكتف سيئس ناكتف سيئس وقت تخلق هذا هو الوضع الفاضي بالصورة ويكون الوضع في محل معين الصورة الآن هناك أشخاص يقولون صورتك فاضي ولكنها بالعكس أيضا الوضع في الوضع يكون أوقات مثلا بيكون عندك لوجو فيه شكل أو حرف هو عبارة مفرغ لذلك ترى انت بالفراغ يعني هو الشقف النقصة التي لا توجد موجودة أو مرسومة تكون هي بشكل موجودة على شكل هذا الشيء الذي تريده هذا هو الوضع أيضا الوضع معقد ويجب أن نتحدث عنه محلات في الكثير من الوقت في عالم يحبون يصوره محلات الفتوغرافي محلات وفكا 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 نعم ، هل على شكل مرتك يتكرر يتكرر بمحلات معينة سوف أردت بشكل كبير خاصة بالفوتوغرافي تجد الكثير من هذا النوع مثال نوع 9 The rule of odds The rule of odds It's a concept بمعنى تصوير elements سوف أردت بشكل كبير التفاحة أو الباريز It's more pleasing أحلى للعين بطريقة ما بعرف لي It's psychological and maybe أن تشوف الأرقام مفردة يعني 3 5 7 لسبب من الأسباب It's more pleasing للعين من أن تشوف هلأ هيدا كمان لديه تفسيرات طويلة و يمكن أن يريد حلقات لحاله لكن خذ المغزى مننا و إذا أريد أن تستفيد منها تجرب حتى بالأشخاص يمكن أن تصوير تصوير شخصين شخصين إلى concept لحال يمكن أن يكونوا مثل يعني لديه فكرة يمكن أن تصوير منها ولكن ثلاثة أشخاص بالصورة بالمبدأ تطلع الصورة أريح للعين من أن تشوف أربعة أشخاص بالصورة بكل بساطة خذها هيك تطلع الصورة تطلع الصورة بالصورة بالصورة يعني بطبيعة الحال يقول أن شخص معدل طوله يقول 80 أو عيونه تقريبا 75 يرى كل الأمور من هذا تغيير 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 مثلا إذا تصور ولد الأفضل أن لا تصوره من فوق توقف لأن نحن 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 لن أعطيك شيئ في هذه الحالة تنزل وتنزل على عيونه وتصوره من عيونه مثلا تفرج مختلفة مختلفة الآن في الوظيفة التي تتحدث عنه يوجد الأفضل يعني مثلا 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 إذا تصور مثلا مثلا أو تصور توقف بعيد وتصور وتصور جالس تقرب و تصور و تصور و تصور و تصور و تصور و تصور أساس من هذه الحالة تأخذ مختلفة يعني نظرة من العالم لا تستطيع نظرة نفس الوقت ولكن أنا أصور مثلا مثلا بدلما أنا أوقفهم وأصورهم رح تطلع سناب شوت معادية مختلفة تصور تصور مثلا 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 هذا و تصور أصور بشكل مختلفة لذلك و تصور هذا مختلف مختلفة مختلفة أيضا يمكنك تساعد تكون مختلفة مختلفة أو مختلفة أو مختلفة 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 تكبر حتى الأوقات تصور تصور حين و كل ما ودا يصور خلف من تصور هذا حال يستطيع بمحلات إذا أنت تصور شيئاً وكما تكون هناك الإنفايرات لا يساعد لك، ليس جيداً، لا يوجد شيئاً أو جيداً يمكنك أن تستعمل هذه التكنيكاً كما تتخبّل مستقبل يعني يمكنك أن تصور واحد بورترات وعندما يوجد زبالة مثلاً عادةً ستكون بشعباً، ولكن إذا لديك زبالة مستقبلة وهو الكيس الزبالة، يمكنك أن تكون ملوانين أصفر، أزرق، أسود وغير من الألوان يأتي الكيس الزبالة هذا المشكلة، سيبدأه عبارةً عن كبيراً كبيراً سيبدأ بشكل جيد كيس الزبالة أو الآخر من الدبث الوطن مثل هذا المثال مثل هذا المثال بشكل جيد ويجب أن تكون كل شيء تبقى تظهر من المثال ويجب أن تظهر كل الصورة في دبث الوطن ويجب أن تظهر تظهر أخيراً تجربة نظام هذا هو الأمر بعض الوقت أن تكون في مدينك وهذا الشيء يمكنك أن تستعمل بشكل جيد تقربة تلك المثال أخيراً أو حتى بشكل جيد تظهر مجلس لأن الويد أنجل يمكنك أن تضغط نظام كبيراً أخيراً هذا ما يشكل مستعمل بشكل جيد أو 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 أيها أخيراً فقط من جميع الوصول هنا اذن ذكرتكم 12 أجل هناك الكثير من المختلف ولكن لذلك أريد أن أشارهم تذكروا أن بالنهاية لا يوجد عمل تقوم بمتابعة لكن دائما أجد فكرة جيدة تكون مطلع على كل هذه لأنه خلاصة تاريخ من التصوير والفوتوغرافي والدراسات وشو طلعوا استنتجوا منه لذا انت خوض المغزى من هولي كلهم ومو لبدك ايه إذا كان لديكم أي شكرا او أي شكرا لشيء انا كنت مغلبة فيه حبين تنقشوا فيه ارجوك في التصوير وإن شاء الله كنتوا استفدتوا اتذكروا ان اشتركوا اشتركوا في القناة ونراكم في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة